هي ليلة مراد وفيروز مما لا شك في أنهم صنعوا مدرستين في طريقة الغنى بتاعتهم ولكن كان وراهم مجموعة بتصنع، بتخط الأصوات دي في قوالب يوم ولدت جارة القمر رحلت قيثارة الغناء فماذا يربطهما؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي 21 من نوفمبر 22 يشكل تاريخا مهما في مسيرة الغناء العربي ففي هذا اليوم من عام 1935 ولدت جارة القمر المطربة اللبنانية فيروز لكن في نفس اليوم بعد 60 عاما أي في عام 1995 رحلت قيثارة الغناء المطربة المصرية ليلا مراد ويأتي هذا اليوم في ظل ظروف صعبة تعيشها لبنان والأراضي الفلسطينية التي غنت لهما فيروز مرات عدة كما قدمت ليلا مراد استعراض عرفة بأوبرا الأسيرة أو مأساة فلسطين من تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي في عام 1947 وغنت الكثير من الأغاني الوطنية أيضا حلقة اليوم من بودكاست يستحق الانتباه عن فيروز وليلا مراد هل هناك ما يجمع الفنانتين غير تاريخ الميلاد والوفاة؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا نغم قاسم أرحب بضيفة بوكاست يستحق الانتباه دكتورة ياسمين فراج أستاذ النقد الموسيقي في أكاديمية الفنون في مصر أهلا دكتورة ياسمين أهلا بيك يا نغم وأهلا بكل مشاهدين تاريخ طويل من العمل في الموسيقى عشرة كتب عن الموسيقى العربية لكن موضوع الحلقة اليوم من بوكاست يستحق الانتباه عن جارة القمر وكثارة الغناء فيروز وليلا مراد هل هناك ما يمكن أن يجمع هتين الفنانتين؟ أول حاجة أن الاثنين قامتين في الفن وكل واحدة لها مدرسة يعني مستقلة حفرتها لوحدها ما حدش عارف يقلدها فيها فالخصوصية هو ما يجمع بينهما فيروز وليلا مراد اللي اتنين ظهروا وده اللي بيجمع بينهم ظهرت موهبتهم في مرحلة الطفولة ولكن هناك الكثير من الاختلافات بينهم بدءا من النشأة السياق المجتمعي اللي نشأت فيه كل واحدة يعني على سبيل المثال فيروز ابنة رجل بيعمل في مطبعة ليس له علاقة بالفن فهي شقت طريقها منذ الصغر بنفسها دون مسندة من الأسرة ويمكن دايبان أول ما دخلت في فرقة الأخوين في ليفل لتقديم الأغاني المدرسية والأغاني الوطنية في الإزاعة هنا على طول أعقدلك مقارنة مع حياة ليلا مراد بس بالمناسبة قبل المقارنة فيروز كانت لديها أخت اسمها هدى وهدى أيضا كانت تغني هدى حداد لأنه فيروز اسمها العقيقي دخالي نهاد نهاد طبعاً بس هو دا أصغر من نهاد يعني هي كانت أول أول حد في الأسرة يغني هي كانت نهاد أو فيروز كما اقترح عليها حليم الرومي بتغيير اسمها والد مشد الرومي بالضبط الملحن اللبناني الكبير طبعاً وهو بالمناسبة هو أول ما انتبنى صوتها وقدمها وقدم لها أول لحن وعهد بصوتها لعازف الكمان آنا زاك عاصي الرحباني أيوا بالضبط اللي ما كانش مقتنع شوفي المفرقات قبل ما يتزوجها يعني ما كانش مقتنع أن صوت فيروز يصلح لكل القوالب الجنائية هو اعتبرها أن صوت لبناني قادر على أداء الأغنية الشعبية اللبنانية فقط فولكلور ولكن بالضبط بالضبط وده الشكل اللي اتقدمت بيه من خلال الحن حليم الرومي مثلاً لكن هو بعد كده بعد الزواج بدأ يبقى فيه سياق آخر حطه فيه فيروز هرجع تاني بقى عايزة أرجع لليلة مراد واتكلم عن السياق قيثارة الغناء بالضبط كده وقبل ما تبقى سندريلا سعاد حسني هي كانت سندريلا السينيما بالمناسبة قبل سعاد حسني ده كان اللقب المعروف عنها أيوا بالضبط ليلة مراد طبعا اتولدت قبل نهاد حداد أو فيروز فهي موليد 1918 فالسياق مختلف هي ولدها زكي مراد ملحن ومطرب ومثل في العديد من المصرحيات الغنائية أشارها العشرة الطيبة اللي عملها ناجيب الرحاني وكانت ألحان سيد درويش كان واخد فيها دور رئيسي ليلة مراد اتولدت في سياق أن أسرة موسيقية عكس أنها تحداد مثلا ليلة مراد التفت والدها لصوتها من هي عمرها عشر سنين ولما لقاها مصرة أنها تغني بدأ يدعو أصدقاؤه اللي كانوا قردي بيجوا البيت عنده يعملوا صهارات زي محمد الأسابج يسمعوها طبعا وبدأوا يدربوها من سن 12 سنة أول حفلة عملتها أمام الجمهور كان على مصرح رمسيس وده كان بالمناسبة كان مصرح فرقة رمسيس ليوسف واهبي واللي أعطاه مجانا لوالد ليلة مراد علشان تقدم فيها أولى حفلاتها وهي 14 سنة وتقدم أغنية وحيدة كملة حنهالها رياض الصنباتي أنا ذاك وغنت بقيت الحفلة كلها أغاني معروفة أدوار وموشحات لمحمد عبدالوهاب ومكلسوم وغيرهم يعني الليلة مراد بالرغم من بدايتها كانت من خلال الحفلات اللايف إلا أنها كانت مقلة جدا في الظهور في الحفلات بالضبط تكاد ما لهاش حفلة على فكرة تكاد ما لهاش حفلة لايف يعني حفلاتها كانت قبل وجود التلفزيون فهي غنت للإزاعة وكان لها فاصل كل يوم ثلاثة ده مرحلة يمكن سنة 1935 ما واجهتش جمهور لايف على المسرح لكن هي نجمة سينما بمعنى بالرغم من ظهورها كمطربة إلا أن الجمهور عرف ليلة مراد على أنها مطربة وموسلة هي قدمت بالمناسبة يا دكتورة ياسمين 27 فيلم سينمائي منهم 11 فيلم مع زوجها يعني الفنان والممثل المخرج المنتج أنور وجدي آه طبعا لكن قبل أنور وجدي المرحلة المهمة في حياة ليلة مراد مثلا مرحلة توجو مزراحي المنتج المصري الكبير بالضبط مرحلة توجو مزراحي اللي خدها بعد يحيا الحب فورا أول فيلم تقدمه مع بطولة أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خدها صنعها صنع أخرى لأن غير شكلها أولا غير الغنى اللي كانت بتقدمه خلق أخاف بخلق أكثر مرحا عمل سلسلة أفلام بإسمها يعني أنا أفتكر أربعة وخمس الليلة بنت الفقراء الليلة بنت الريف الليلة بنت الفقراء بنت الأغنياء بنت المدارس عمل لها أربعة أو خمس أفلام بيحملوا سلسلة إسمها ده في حد ذاته تنجيم قوي جدا لفنانة سينمائية كانت لسه عاملة فيلم واحد فالحقيقة هم اللي صنعوا نجومية ليلة مراد السينمائية بالضبط يعني في حد أقدمها محمد عبدالوهاب في حد نجمها وحطها كنجمة بيضاهي بها النجمات أنا ذاك في حد عمل لها سويتشينج أو تحول تحول تالت وهو أنور واجد صح بس أنا هعود لنقطة محمد عبدالوهاب لأنه واضح أن محمد عبدالوهاب لعب دورا كبيرا في حياة ليلة مراد وأيضا في حياة فيروز بالمناسبة وأنت ألفت كتاب عن محمد عبدالوهاب كموسيقار وملاقب بموسيقار الأجيال سنعود إلى هذه النقطة لكن الأول يعني دعينا نتوقف عند الشخصية الفنية يعني سمات صوت فيروز وسمات صوت ليلة مراد هل نحن أمام صوتين متشابهين أم أمام صوتين مختلفين تماما في ملاطق مختلفة تماما من الموسيقى ومن الغناء لا هم صوتين مختلفين تماما أولا هبدأ بفيروز فيروز صوت يميل بطبيعته إلى الغنى الأوروبي بمعنى أنها صوتها مفوش العرب الإنسيابية زي المطربين زي ليلة مراد مثلا لا هي عرب غربية شوي يعني ممكن يبقى اسم الزخرافة الغنائية هو هوها بس الأداء بيختلف من المطرب اللي بيغني عربي إلى المطرب اللي بيغني أوروبي فهو أول حاجة صوتها بتصنيفه أوروبي مش تصنيفه عربي بس ممكن تشرح لنا هذه النقطة أكثر يعني أعطينا مثال كيف يعني يكون الصوت غربيا أكثر هقولك يعني في نغمة في الموسيقى العربية بيقولوا عليها الكوارتر تون الربع تون ده الربع تون هي تفسيرها بالعربية التلتة اربع تون احنا هنقول الربع تون عشان عشان ده الأكثر شيوعا تقوله ليلة مراد بسلاسة وبانضباط أكتر من فيروز فيروز تحسي انها بتبزل مجهود نسبي وهي بتغني خايف فاقولي اللي في قلبي أو يا جارة الوادي فاهماني لأن دول من مقامات مثلا البياتي اللي هو فيه تلتة اربع تون أو الربع تون اللي بتقال عليه الربع تون صوت ليلة مراد هتحسي بيه طبعا هتكلمك على الخامة بقى صوت ليلة مراد براق صافي براق صوت فيروز دافي تحسيه زي المخملي دافي زي القطيفة كده فاهماني لكن ليلة مراد صوتها براق بقلامع زي الخامات القماش ليلة مراد تحسي انه صوت حريري انت فاهم حريري صوت فيروز زي القطيفة شفتي القطيفة بتبقى تحسسك بالدفع تحسسك بالدفع لكن الحرير بيحسسك باللمعان والبساطة باللمعان البريق في حاجة كمان صوت ليلة مراد كان رقيق يعني تقدر تقولي عليه بالبلد كده رفيع شوية صوت فيروز لا تحسيه أعرض صوت فيروز عريض يعني مليان النغم عنده مليانة أكتر دي بقى لطبيعة الأداء كمان فيروز هنا مدربة على الغناء الأوروبي لكن ليلة مراد مدربة على الغناء العربي فلذلك ممكن تكون بتغني النغمات صح بس نلاقي بقى مقفول شوية عكس مثلا فيروز لأ بتدي كل حرف الدوران أو البوزيشن بتاع الفم مظبوط بحيث يطلع الحرف للمقاييس المظبوطة في الغناء في نقطة في حتة الصوت دي لازم أقولها إن ليلى مراد كانت بتغني بصوتها الطبيعي طول الوقت في كل أغنيها الأغني الدينية الأغني العاطفية الوطنية كله كله بتغني بصوتها الطبيعي فيروز في الكثير من الأحيان كانت بتلجأ ليه ما يسمى بالصوت المستعار بمعنى المطرب المتدرب كويس على الغناء من مناطق مختلفة زي الراس الحجاب الحاجز الصدر اللي هي أسليب الغناء الغرب شوية بيلجأ للصوت المستعار لما بيطلع في النغمات الحادة جدا الحادة جدا فصوته ما بيبقاش طبيعي لا بيبقى مستعار فدي نقطة كريتيكال قوي بس أنا قرأت عن صوت فيروز أنه البعض يصف صوت فيروز بأنه ينتمي إلى ثيم أو يعني إلى فئة موسيقية تسمى بالميزو سوبرانو أيها الميتسو سوبرانو أيها ماذا يعني هذا؟ طيب ده يعني أنها في المنطقة الوسطة للتصنيف الأصوات النسائية العالمية إحنا عندنا على ذكر هذه المسألة مسألة الغناء الغربي والغناء الشرقي حتى ليلى مراد قيل أنها كانت أيضا تؤدي أغاني يعني لها سمة غربية مثلا أنا قلبي دليلي قلبي دليلي هذا ده فالس هذا هنا غربي لا ده الإقاع ده الإقاع بس مش النجم هي حتى في قلبي دليلي جنت بصوتها الطبيعي يعني حتى هتلاقي النجمات الحد جدا قيلها الكرال ليه ده الكرال اللي أقيلها بس مش هي لأن هي بتغني في منطقتها الطبيعي أنا قلبي دليلي قلبي حتحبي شوفي في المنطقة المتوسطة العادية ما لجأتش إلى أنها تغني في المناطق الحادة جدا فتستعين بصوت مستعار فهمني يعني طبيعة الأغنية غربية ولكن أسلوبها في الغنى لم يخرج على المنطقة الصوتية بتاعتها الطبيعية طيب يعني كما ذكرت أنت دكتور ياسمين هناك اختلاف كبير بين طبعا فيروز وبين ليلى مراد أنه ليلى مراد قدمت 27 فيلمان سينمائيا فيروز قدمت ثلاثة أفلام فقط لكن قدمت 22 مصرحية غنائية مصرحية ما هو ده بقى الفرق اللي ما بينهم فيروز نجمة مصرح والمصرح هنا لا يعني المصرح الغنائي فقط ولكن حتى في العروض المصرحية هي من أكتر المطربات اللي قدمت حفلات لايف في جميع أنحاء العالم فهي نجمة مصرح من الطراز الأول ليلى مراد نجمة سينما فهي غير قادرة على مواجهة الجمهور وحتى ابن ليلى مراد المخرج الراحل والممثل زكي فاطين عبدالوهاب كان يتحدث عن أنها كانت خجولة جدا ولا تستطيع أن تواجه الجمهور أنا متأكدة هذا والسبب في أنها لم تكن تقدم أي حفلات مباشرة أنا متأكدة من ده الدليل على كده أنها لما بقيت نجمة سينما ما عملتش ولا حفلة لايف ما لهاش خالص حفلات لايف هي إذاعة سينما فقط واعتزلت حتى صغيرة جدا قبل الأربعين يعني قبل أن تتم الأربعين عاما 36 أو 37 سنة كان آخر فيلم ليها الحبيب المجهول سنة 1955 يعني فايز شبابها يعني هي كمان لها تفكيرها في أنها عايزة تعتزل وصورتها قدام الجمهور ليلى مراد النجمة الشابة على عكس جرأة فيروز يعني أنا بعتبر فيروز أجرأ كتير ويمكن اللي أكسبها الجرأة دي مواجهتها لجمهور المسرح المسرح لجمهور المسرح عبر تاريخها يعني يعني هي حالة مشابه كده في مواجهة الجمهور بأم كل سوم شوي طيب يعني كما ذكرتي أنه محمد عبدالوهاب لعب دورا كبيرا في حياة ليلى مراد وفي حياة فيروز يعني هو قدم ليلى مراد في أول فيلم سينمائي وغنت في أغنية لكن هو أيضا لحن لفيروز وكان يتحيز لها جدا ويدعمها بشكل كبير فحدثيني عن دور محمد عبدالوهاب موسيقر الأجيال كما يلقبه الكثيرون في حياة كل من فيروز وليلى مراد طيب محمد عبدالوهاب طبعا دوره في حياة ليلى مراد أكبر كتير ليه لأن هو كان فتى أحلامها من وهي لسه في مرحلة المراهقة وهو اللي قالها الدرابي علشان بعد سنة هخلي شركة بيدافون تندي معاك لعمل عدة استوانات لك على مدار عشر سنين يمضوا معها علشان يعملوا لها استوانات على عشر سنين فإذا اديها الانطلاقة الأولى من خلال الاستوانات دي أول سابورت تاني سابورت لما اختارها تكون بطلة أمامه وهي كان وقتها 19 سنة ولسه وجه جديد في السينما وبالمناسبة هو هنا وقف ضد رغبة محمد كريم اللي ما كانش عايز مخرج الفيلم يحيى الحب لأن جسمها كانت رفيعة زيادة عن اللزوم ووشها صغير مش مدية الإحساس بأنها امرأة مكتملة انت فهماني شكلها طفلة شكلها طفلة كان 19 سنة ولكن كان شكلها لسه طفلة وتحدى محمد عبد الوهاب وقال له أنا لازم أطلع ليلة وتبقى نجمة فقادي تاني سفورت لها عمل ومحمد عبد الوهاب ليلة مراد في خلال رحلتها بقى محمد عبد الوهاب لحن لها ألحان كتيرة هقول لك هقول لك حاجة جريبة جدا محمد عبد الوهاب اللي بيلحن قصائد وأدوار وقوالب جنائية تقيلة هو اللي ملحن أغنية عيني بترف في فيلم غزل البنات شوفي خفة الدم شوفي أغنية في الفيلم نفسها ظهر فيها محمد عبد الوهاب وكانت إهداء منه ظهوره كان إهداء ليلة مراد في الفيلم اللي هي عشق الروح فاكرة الأغنية دي كانت في الفيلم غزل البنات إذن هو وقف جنبها كتير جدا ولحن لها في أغلب أفلامها يعني يكاد يكون مفيش فيلم مفيش لحن مفيش لحن لمحمد عبد الوهاب من أفلام ليلة مراد دور بقى محمد عبد الوهاب في حياة فيروز في حياة فيروز بوسي أولا محمد عبد الوهاب لحن لفيروز وهي نجمة نجمة ومعروفة وليها جمهورها فهنا ما كانش بيعمل سابورت قد ما كان بيلحن لنجمة من نجوم الوطن العربي هو لحن لها سهار بعد سهار سكن الليل مر بي يا جارة الوادي وخايفة أقول اللي في قلبي هي أخدتهم منه علشان تغنيهم وكان مغنيهم قبل كده إذن فهو عمل لها بالفعل ثلاث ألحان خصيصا لصوتها خصيصا لصوت فيروز فالشراكة ما بينهم مش كبيرة أوي زي الشراكة ما بين ليلى مراد يقول النقاط دكتور ياسمين إنه فيروز كانت ثورية وقدمت غناء مختلفا وموسيقى مختلفة في هذا العصر وأغاني قصيرة عن ما هو كان سائد في هذا الوقت هل يمكننا القول إنه يعني ليلى مراد كانت أيضا ثورية في عصرها في وقتها يعني ممكن نقول كده والأكتر يروح لليلى مراد بس أنا عايزة برضو أقول حاجة هي ليلى مراد وفايروز مما لا شك فيه إنهم صنعوا مدرستين في طريقة الغنى بتاعتهم ولكن كان وراهم مجموعة بتصنع بتحط الأصوات دي في القوالب يعني الحقيقة اللي صنع فيروز مش حليم الرومي اللي ده أغاني خفيفة في الأول وبالفعل وقتها كانت معروف إن القصائد والأدوار والموشحات والقدود الحلبية أنت فهمها هي اللي سائدة حليم الرومي عمل لها أغاني تشبه الأغنيات الشعبية ولكن اللي حط فيروز كنجمة على الطريق هما الأخوان الرحباني عاصي ومنصور عاصي ومنصور مزبوط بالضبط كده من خلال ألحنهم التي لم تكن جميعها مش كلها كانت أغنيات خفيفة مش كلها كانت أغنيات لايت ولكن صنعوا لها قصائد صنعوا لها موشحات وصنعوا لها قصائد وطنية عظيمة مثلا مثلا زي زهرة المدائن مثلا فإحنا أمام صناعة صناعة نجم ليلة مراد عندها بس ميزة نسبية عن فيروز فحاجة إن ليلة مراد تعاملت بالرغم قصر الفترة الزمنية اللي فضلت فيها كفنانة تمارس الفن غناء وتمثيلا للسينما إلا إنها تعاملت مع مجموعة أكبر من الملحنين عبر تاريخها القصير في حين إن فيروز ظلت أنا مش عايزة أقول أسيرة ولكنها ظلت في جعبة الأخوين الرحباني حتى بعد رحيل العاصي فالذي تسلم صوتها هو ابنها زياد بس هي أيضا غنت مع فيلمون وهبي يعني من الحان فيلمون وهبي لسه حقول لك جنت لسا درويش طبعا وأخذت بعض أغنياته كترس وقدمتها غنت لفلمون وهبي ولكن فلمون وهبي ما لحن لهاش بعيدا عن مدرس الرحبان لأن أغلب أغنياتها اللي قدمتها مع فيلمون وهبي كانت داخل مصرحيات الأخوان الرحبان بس كلتا هما قدمت أغنية وطنية واهتمت بمسألة تقديم الأغاني الوطنية ده حقيقي بس هنا فيروز تكسب ليلة موراد ليه يعني ليلة موراد أغنياتها الوطنية داخل الأفلام وليلة يعني مثلا أفتكر لها في أحد الأفلام غنت أغنية دوريا موتور بتشجع فيها الصناعة الوطنية وما إلى ذلك لكن محدش يفتكر لها أغنية وطنية زي ظهرة المدائن زي الأغاني الوطنية الكبيرة اللي قدمتها فيروز عبر تاريخها دكتورة ياسمين فراج أستاذ النقدة الموسيقي في أكاديمية الفنون في مصر شكرا جزيلا شكرا لك مرسي شكرا لكم أصدقاء بودكاست يستحقوا الانتباه استمعوا إلى بودكاست يستحقوا الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا bbcarabic.com وعلى قناة bbcnewsaraby على يوتيوب نسعد بأرائكم واقتراحاتكم وشاركوا حلقاتنا مع من تحبون وعلقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحقوا الانتباه أعدت هذه الحلقة ما يسبقي وفي الإخراج التقني علي علي وفي إدارة التحليل كريمة كوح وقدمتها لكم نغم قاسم إلى اللقاء